مشاهدين إلى فقراتنا الأسبوعية وقراءة في أهم ما جاء في الصحف العالمية وتصحبنا في هذه الجولة ضيفتنا في الستوديو الكاتبة الصحفية أستاذ نادي أول مجد أهلا بك أستاذ نادي أهلا بك البداية من وكالة بلومبرغ الأمريكية ونتابع تقريرا بعنوان مصر تنتقد روسيا لانسحابها من اتفاق الحبوب وتجري محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل لشراء القمح هذا نقلا عن تصريحات لوزير التموين المصري علي المصلحي لبلومبرغ أعرب فيها عن عدم ارتياح مصر أو غضبها من قرار روسيا عدم تمديد اتفاقية الحبوب لأنه طبعا نتج عنها فورا زيادة أسعار القمح وقال أن مصر ستستمر على استراد القمح من أوكرانيا عن طريق أوروبا مما طبعا يزيد التكلفة بجانب السعر الذي ارتفع أيضا وهو بنفسه قال أن مصر هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ولا توجد هناك أي طريقة أخرى سوى أن تستمر في استراد القمح التي لا تزرعه وأضاف أيضا لبلومبرغ أن هناك مباحثات بين مصر والإمارات لحصول مصر على تمويل ب400 مليون دولار حتى تستطيع مصر شراء القمح سيكون على دفعات 100 مليون كل دفعة لكن من غير الواضح متى سيبدأ هذا الاتفاق إذا تم الاتفاق ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أنه منذ شهرين كان هو نفس الوزير التموين قد قال في تقرير حاصل لرويترز أن مصر تتأخر في دفع مستحقات استرادها من القمح يعني تصل المدة إلى شهور وتتأخر أيضا في فتح اعتمادات لاستراد القمح وكل طبعا بسبب نقص العملة الأجنبية أو العملة الصعبة أو الدولار في المقام الأول فهذا قرار روسيا سيفاقم من الأزمة المتفاقمة أصلا في مصر التي تعاني بشدة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا ومن غير الواضح كيف ستتفاقم هذه الأزمة تفاصيل متعلقة بمسألة صفقة أو قروض شراء القمح من الإمارات نشرت متعلقة بالشركة التي تصدر القمح لمصر وفكرة أن هذه الشركة شركة إماراتية ولكنها تزرع القمح بالفعل في مصر بالضبط هذا غير موجود في هذا التقرير لكن قرأت كثير من التقرير تقول أن مصر ستأخذ هذا التمويل من الإمارات وستعود الأموال إلى الإمارات لأن الإمارات تملك عدد من ألاف الأفدنة من القمح في توشكا وغيرها هي التي تزرعها فبالتالي أن مصر ستشتري القمح الموجود في مصر لكنه ليس مزروع عن طريق مصر فساة الطر لشراء إلى وكالة رويترز والتي نشرت تقريرا تحت عنوان مصر تطلق وسراح الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر إذن مصر مرة أخرى ولكن هذه المرة ليست فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ولكن ما يتعلق بجوانب حقوقي حقوق الإنسان هكذا يقول هذا التقرير أنه أول حاجة الحكم على باتريك زكي بيوم الثلاثاء بثلاث سنوات سجن ثم العفو الرئاسي في اليوم التالي يصلت الضوء على أزمة المعتقلين السياسيين في مصر يعني باتريك زكي بيعتبر نفسه محظوظ أنه تم هذا العفو الرئاسي رغم أنه طبعا سجن لمدة 22 شهرا قبل ذلك وكان ممنوع من السفر أما بالنسبة للمحامي محمد الباقر فهو كان مسجون منذ تبتمبر 2019 عندما كان يترفع فيه قضية عن علاء عبد الفتاح الذي مسجون منذ حوالي عشر سنوات أو تسع سنوات الآن وحكم عليه بالسجن في ديسمبر 2021 بأربع سنوات لكنه خرج بعفو الرئاسي بعد أن قضى نحو أربع سنوات في السجن اهتمت رويترز وعدد من الصحف سواء نيويورك تايمز وواشنطن بوست سواء بقرار حبس باتريك أو الإفراج عنه وملف حقوق الإنسان كما كانت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الخارجية طالبت بالإفراج عن باتريك زكي وبعد الإفراج عنه رحبت بهذا القرار وقالت أنها تحث الحكومة المصرية على الإفراج عن جميع المعتقلين ظلم في مصر وهذا أيضا ما كتبته اليوم العافو الدولية على حسابها على تويتر أنه ما كان يجب لا لباتريك زكي ولا لمحمد البقر ولا كثيرين من الألاف الذين يقبعونه في السجون البقاء يوما واحدا في السجون وأنه هذه مناسبة للنداء بالإفراج عن الألاف المعتقلين السياسيين في مصر وبالنسبة لباتريك زكي قال في مقابلة مع رويترز أنه سيسافر غدا إلى إيطاليا ومن الجديد بالذكر طبعا أنه كانت رئيسة وزراء إيطاليا تحدثت يوم الإفراج عنه ورحبت بهذا القرار وهذا التقرير يذكر بأنه اعتقال باتريك زكي في فبراير 2020 جاء بعد أربع سنوات من توتر العلاقات المتوترة أصلا بين مصر وإيطاليا بسبب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فلذلك ضغطت الحكومة الإيطالية ومن خلال رئيسة الوزراء عن الإفراج عن باتريك الذي سيسافر إلى هناك ويبدأ حياة جديدة حرة فينانشل تايمز تناولت جولة الرئيس التركي لمنطقة الخليج تقول صحيفة توقيع اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار خلال زيارة إردوغان للإمارات أدا هناك عدد من الصحف والمواقع والوكالات الإخبارية اهتمت بجولة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان للخليج التي شملت السعودية وقطر والإمارات هذا التقرير يتحدث عن أنه تم التوقيع على اتفاق بقيمة 50 مليار دولار بين البلدين والتوقيع على شراكة اقتصادية وتجارية وأردوغان وصفة هذا أنه بيرفع مستوى التمثيل بين البلدين لعلاقات استراتيجية وجزء من هذه غير معلوم بالتحديد كيف سيتم تقسيم هذا المبلغ لكن جزء منه سيذهب لإعادة الإعمار ربما 8 مليار ونصف دولار سيذهب لإعادة الإعمار في المناطق التي تأثرت بالزلزال في فبراير الماضي الماضي والعدد يعني جزء من هذه الأموال سيذهب لإستثمارات ويتحدث التقرير على أنه أردوغان بعدما فاز في الانتخابات في مايو الماضي عين فريق اقتصادي جديد وربما ذلك يساعد أكثر على مزيد من الاستثمارات سواء من دول الخليج أو غيرها من الدول ويتحدث التقرير أيضا عن الاتفاقية الدفاعية التي هي الأكبر من نوعها وتاريخها بين التركيا والسعودية فيما يخص تصدير طائرات بدون طيار بإقدار إلى السعودية لكن لم يعلن عن قيمة هذه الصفقة لكن طبعا منتوقع أنها قيمة كبيرة وكما قلت يقال أنها هي الأكبر عقد دفاعي بين البلدين في تاريخ العلاقات بينهما التقرير يرصد عدد من ملامح تغير أو طي صفحة من توتر العلاقات بين منذ سنتين وكأنها بلغت قمتها أو أوقها في هذه الجولة نعم أما نيويورك تايمز تناولت قضية المهاجرين فتقول صحيفة أوروبا دفعت تونس لإبعاد المهاجرين عنها والنتيجة قاسية أخيرا أحدهم تحدث عن ما قامت به أوروبا في هذا الصدد وهيومان رايت واتش كمان لها تقرير شديد اللاجئ ينتقد بشدة وهذا تقرير نيويورك تايمز أيضا بيتحدث على أنه تونس من خلال طبعا تصريحات الرئيس قيس سعيد التي بدأت في فبراير ضد المهاجرين الأفارقة بالتحديد أنهم أصبحوا كبش فداء والأسف أنهم يدفعون الثمن وفي مقابل ذلك حصل على أموال من الاتحاد الأوروبي تم توقيع الأحد الماضي حوالي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في محاولاته أنه يمنع الهجرة غير النظامية إلى دول أوروبا أخذ مليار دولار مقابل ذلك فتنتقد هذا التقرير وتنتقد أيضا الهيوم رايت واتش أنه كيف أن الاتحاد الأوروبي المفروض أنه معني بحقوق الإنسان ويتحدث عن حقوق الإنسان أنه في مقابل إبعاد أو منع المهاجرين غير النظاميين بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن حياتهم يعني كما نرى أو رأينا وما زلنا نرى للأسف على مدى الأيام الماضية المهاجرين الذين يموتون خصوصا على الحدود بين تونس وليبيا قبل قليل ثلاثة وفيات وقبل يومين كانت هناك الصورة التي انتشرت على كافة وسائل التواصل الاجتماعي للسيدة وابنتها صور بشعة بسبب العطش كما قال زميل يعني هي بتقول كاتبت هذا التقرير أنه البعض الذي تمكن من شحن أرسل يعني كأنه رسائل استغاثة لجريدة نيويورك تايمتو لها أنه نحن نموت هنا نحن يعني ليس لدينا أي ماء أو غذاء إنقذونا يعني رسائل صعبة رسائل استغاثة لكن هي بتقول أنه هما بيدفعوا الثمن وأنه لم يكتفي الاتحاد الأوروبي بذلك أو لم تكتفي رئيسة وزراء إيطاليا وهي يعني معروف أنها أنها يمينية إنما هناك اجتماع آخر لعدد من الدول التي يعتقد أنها ينطلق منها المهاجرين غير الشرعيين وتصفها هي من رأيس واتش بأنها كلهم حكام يعني بلاد تحكم من قبل حكام سلطويين لعقد اجتماع بعد يومان يوم 23 يوليو مش معروف ماذا سيتم فيه لكن ربما يكون أنه نفس الصيغة سيتم مكافأة دول أخرى لمنع المهاجرين وبيقولوا أنه لأن تونس أصبحت بدل ليبيا في موضوع أنها كمصدر أو مصدر فكأنه تم انتهاز هذه الفرصة لجني هذه الأموال كما يقول التقرير في محاولة لمساعدة الاقتصاد المتراهل كما تم وصفه ومعروف أن الرئيس التونسي يرفض الحصول على أي قروض من البنك النقد الدولي واصفا بأن هذه إملاءات هو يرفضها وبيقولوا أنه غير الذي فعله وتقويده للتجربة الديمقراطية هو الآن يعاني من شعبية متدنية كما يقول تقرير نيويورك تايمز وهو يحاول إعادة شعبياته عن طريق هذه الإجراءات الصارمة ضد المهاجرين غير النظامين والحصول على بعض الأموال بدلا من إصلاح الاقتصاد التونسي التي هي هذه الأموال لن تحل مشاكله وأنه ربما أيضا بالإجراءات التي يتخذها بدلا من أن يكون بيمنع الهجرة الغير الشرعية ربما أنه سيدفع المزيد سيكون سبب في المزيد من الهجرة غير الشرعية ليس فقط من المهاجرين الأفارقة لكن حتى من داخل تونس نفسها وغير طبعا دول الجوار الأخرى مصر وغيرها التي أصبحت في الدول الأولى في عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يخرجون منها بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية إلى دول أوروبا نختتم هذه الجولة بهذا التقرير من صحيفة واشنطن بوست والتي تتابع فيه أخبار الموجة الحارة تقول صحيفة نحن نعيش أكثر شهور كوكب الأرض تخون على الإطلاق ربما خلال أكثر من مئة ألف عام هذا نقلا عن علماء نقلا عن علماء متخصصين في المناخ رقم صادم أنه ربما نحن هذا لم تشهده الأرض منذ مئة ألف عام هذه يعني درجات الحرارة المرتفعة جدا وليس فقط في الأرض إنما هذا التقرير وتقرير أيضا آخر مماثل في إيكونوميستواء غيرها بيتحدثوا أن الحرارة وصلت حتى لمياه البحار والمحيطات وهي يعني طبعا كلنا نعلم أن الطبيعة مرتبطة ببعض فعندما تسخن كمان البحار والمحيطات بدورها تزيد من سخونة الأرض اللي هي ساخنة جدا بالفعل وما يترتب على ذلك طبعا كما نرى من الحرائق من كل هذه يعني هذا يبدو أنه هذا هو ما كان يتم التحذير منه منذ سنوات طويلة من اللي هو الجلوبر وورمينج أو اللي هو الاحتباس الحراري وأنه سترتفع درجات الحرارة لدرجات غير غير مسبوخة كما نرى الآن فيعني وليس في منطقة معينة في العالم إنما على العالم كله بيعاني من هذه الظاهرة الآن وهذا التقريب يتحدث على أنه رغم قدرة جسم الإنسان أن يتكيف مع درجات الحرارة لكن هذا الارتفاع بهذه الطريقة ربما يكون صعب على الإنسان التوائم مع هذه الدرجات المرتفعة وخصوصا عندما تكون مرتبطة بالرطوبة وما يترتب على هذه الظواهر تقليب مواجع سيدنا كل العالم يعاني على كل شكرا جزيلا سيدنا نديا بن مجد على هذا العرض الصحفي الوافي شكرا جزيلا مشاهدين نهاية المسائية شكرا جزيلا لكم على طيب المتابع نلقاكم غدا في مسائية جديدة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة